طيب نرجع بقى للنقطة اللي كنتين تتكلمي فيها من شوية نهواندل هي فكرة ودي حاجة احنا كلنا لمسناها من خلال متابعاتنا المواطش مبارح وكلام ينطبق على الفرقتين بالمناسبة يعني فكرة العمل الجماعي فكرة الانسجام بين أعضاء الفريق الواحد شفناها متحققة مبارح من الفرقتين كلهم كل فريق منهم على حدة كل اللعيبة اللي فيه كان عندهم هدف واحد وهو تقديم مباراة طريق بإسم النادي اللي هم بيمثلوه وتتماشى مع طموحات أنا يمكن هنا بتكلم أكثر على فريق الأهلي بالسلوم أنا بتكلم على الفريق الآخر أفهم المصري بالسلوم فيمكن وده طبيعي جدا طموح مشروع وبيتبلور قوي مع أي فريق بيواجه فريق زي النادي الأهلي من حدثنا عن الانسجام والتعاون في العمل خصوصا لما يكون العمل جماعي وإن ده كله بينتج عنه شيء ناجح في نهاية المطاف نقدر نوصف متح مبارح بهذه الأوصاف الحقيقة كلام ينطبق زي ما قلت لكم على الفرقتين وممكن كمان أفسر لكم وجهة النظر بصراحة يعني المصري بالسلوم فاجئنا باللعيبة بتوعه وبأداءهم الجماعي المتميز فاجئنا كمان بالدفاع المنظم اللي نقدر نقول برضو إنه شتت أكتر من فرصة كانت سنحت لعيبة النادي الأهلي أثناء المباراة يعرفوا يفسدوها لكن الحمد لله أحمد عبدالقادر استطاع أنه يقتنس هدف الفوز عشان نتأهل بالتالي لدور 16 في مسابقة كاس مصر بالنسبة بقى للنادي الأهلي فالمجموعة اللي لعبت ماتش مباراة تقريبا نقدر نقول يعني كلهم أول مرة يلعبوا مع بعض مجتمعين في مباراة رسمية واحدة ولكن شفنا تركيز إلى حد كبير نقدر نقول عليه ونصفه بأنه تركيز عالي شفنا استغلال للفرص حتى لو كان فيه أخطاء طبعا أكيد وارد وبرضو لازم ناخد في الاعتبار الحقيقة فترة التوقف اللي اللعيبة يعني طرد تتوقف فيها واعتقد أن تدعيم التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكم لاعب من اللعيبة اللي احنا شفناهم مباراة وإجراء عملية روتيشن أو تدوير ما بينهم أكيد حيكون شيء مفيد جدا للنادي الأهلي الفترة الجاية أنا بتفع معيك وهنرجع نقول تاني الماتش وإحنا قلنا الكلام ده على فكرة قبل الماتش حضراتكم فاكرين إحنا قلنا الكلام ده مباراة قلنا آه مش معنى أن أنت بتنافس يعني فرقة مش من فرق الدوري الممتاز يبقى الماتش في جيبك لأن كرة القدم ما فيهاش أي حاجة مضمونة والكلام ده معروف يعني احنا مش هنوعد نقوله كتير بس الواقع بيثبته كل مرة عن مرة أكتر مبارح فعلا حتى عايز أقولك يعني مصطفى شبير كان ليه بعض التصريحات بعد الماتش لما كان فيه لقاء معاه هو قالك احنا كنا عارفين أن المصري بالسلوم هيكون أداءهم كده لأن احنا ذكرناهم قبل الماتش وكنا متوقعين ده ما تفاجئناش من الأداء الحلو وهو قال أداء حلو وفعلا كان أداءهم حلو خلينا نقول كان أداء جماعي اللعب الجماعي دايما بيبقى ليه تأثير أكبر على الأرض لو نتكلم في لغة كرة القدم فمبارح لا شفنا تناغم حلو جدا من المصري بالسلوم شفنا برضو زي ما قلنا كوادر حلوة جدا وشفنا مكاسب ليه الأهلي شفنا إهضار ليه الجوال برضو مع كل احترامي بس شفنا مصطفى شبير شال تلات أربع جوال يا كريم محققين فبجد هذا اللاعب بغض النظر بقى عن أي حاجة والكلام الملوش معنى يقولك عشان ابن كابتن شبير مش زنب عليه أن هو ابن كابتن شبير يعني مش حاجة هتخلينا نقول أنه هو أو نعد ننتقله يعني ما هو طالما أداء أداء رائع لازم نقول أنه هو أداء أداء رائع ده الحق بي وقال فمبارح مصطفى شبير فعلا كان متقلق لما يجي أو تتكلم تلات جوال تشاله يا كريم لا أنت كده أثبت نفسك وعايز أقولك برضو من التصريحات اللي هو كان قالها المزيع بيسأله بيقوله أنت فكرة الهجوم اللي بيكون عليك كل فترة علشان بس اسمك مرتبط بكابتن شبير والناس اللي تقولك محسوبيات ومجملات قال له أنا واخد على كده أنا دي مش أول مرة أنا بحترم الناس اللي قرأها محترمة اللي بتنتقد بشكل محترم لكن أنا عارف حتى لو كنا كسبنا تلاتة واحد كانوا هيقولك ما هو شال واحد يعني هو كسبنا تلاتة كانوا هيركزه في الواحد اللي شاله للأسف الشديد ده واقع فلا إحنا سعداء بإن إحنا بنكتشف كوادر عندنا سعداء إن إحنا بيبقى فيه كده زي ما بتقال إيه أمل بيبقى فيه نفس حل طبعا رغم الغيابات الكبيرة الكريمة اللي عندك برضو أنت بتلعب بغيابات كثيرة قلنا مبارح 15 مبارح 15 تحديدا منتظرين إن شاء الله من لعيب الأهل المزيد من النجاحات كمان بعد عودة الغيابات بإذن الله النقطة التي بتتكلمي فيها فيه ناس كثير قوي بتضطر إن هي تدفع تمانها فكرة وعلى فكرة كلام ده مش بس في الرياضة في الرياضة وفي الفن وفي الثقافة وفي أي عمل فيه إبداع وخصوصا المجال السينيما مثلا أي حد اسمه مقترم باسم والد مشهور ومعروف في المجال اللي احنا بنتكلم عليه أو المجال المعني أكيد بتبقى عليه مسؤولية جديرة جدا وأكيد بيبقى مضطر يبزل مجهود مضاعف عشان يمفي شبهة المحسوبية المحسوبية موجودة بطبيعة الحال في مجالات مختلفة وفي ناس ممكن تبقى موجودة في أماكنها نتيجة المحسوبية ولكن استمرارها في المكان مبني بالكامل على قدراتها هي وعلى إمكانياتها هي يعني في حالة مصطفى شبير كابتن شبير مش هيجي يصد مكان أي حد في عمل عام وبيظهر للجماهير هذا العمل شغله بيظهر ليه الجماهير ما فيش حاجة اسمها فيه محسوبية أو ما فيش حاجة اسمها فيه مجاملات لأن النماذج اللي زي دي انت بتشوف على السوشال ميديا ازاي بيتم انتقادها يعني انتقاد شيء مرعب فانت لو عندك التالنت عندك الموهبة انت شاطر انت بتكمل مش حاجة اسمها حد بيجامل حد في عمل عام أو حاجة بتظهر للجماهير الكلام ده مش موجود تماما فالمقياس دايما بيكون انت بتقدي ايه على الأرض فلا امبارح فعلا نموذك كويس جدا نتمنى ان شاء الله كمان زياد طارق انا قلت عليه بس مش عايزين ننسى زياد طارق فعلا كان برضو امبارح متقلق بصراحة فان شاء الله خير